وزي ما تكلمنا في بداية الحلقة النهاردة أنه في ناس للأسف بتنشر كل كبيرة وصغيرة في بيتها أو في حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبينتهكوا خصوصيات عائلتهم والناس اللي معاهم هذه أمور شخصية وأسرية في الحقيقة لها الخصوصية بتاعتها اللي ما ينفعش تكون منشورة على الملأ كده صحيحة بس أنت إحنا النهاردة في الفقرة دي تحديداً حنتكلم عن الموضوع ده من زاوية أخلاقية ودينية ما حكم الشرع في نشر الأمور الخاصة حرمة الحياة الخاصة كيف أتعدى على حياة الآخرين وانشرها الدين بيقول إيه في الموضوع ده خلونا نرحب بضفنا الكريم اللي منورنا الشيخ كمال الدين ناصر الوعظ بالأزهر الشريف وباحث بدرجة الدكتوراه معانا في الستوديو أهلاً بيك مونات أهلاً بيك يعني إحنا تكلمنا النهاردة أنا وبسانت في بيات الحالة عن عدد من الناس بيبتدوا ينشروا صورهم الخاصة وولدهم وحياتهم على المشاعة على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي شايف الظاهرة دي إزاي وعزين نتكلم على حرمة الحياة الخاصة للإنسان نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في البداية أحبها راحب حضرتك وأنا سعيدنا معاكم في هذا الصباح الجديد وأسأل الله تعالى أن يجعله صباح خير ونور وبركة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الموضوع للأسف بدأنا نجني استماره في هذه الأيام وحين نتصفح آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسم ولا تجسسوا التجسس هو أن يتصنط الإنسان على أسرار غيره التي يحب أن يخفيها عن الناس وللأسف لم يكن يخطر ببالي العلماء وهم يفسرون هذه الآيات إن سيأتي يوم من الأيام والإنسان هو اللي طلع خصوصياته طواعية من غير محد يطلب هذه الخصوصيات منه بل أحيانا يتاجر بها أمام الناس كما نرى ونشاهد ونسمع كل يوم والتاني عن التكتوكر فلان وعن اليوتيوبر فلان اللي بيطلع أسرار زوجته وطلع أحيانا أسرار أولاده بل أحيانا يدخل الأمر إلى الإتجار بالبشر فالذي يجعل أولاده عرض للسوشيال ميديا اللي هم أقل سبع سنوات زي ما في القانون فربما يدخل في حكم الإتجار بالبشر والله سبحانه وتعالى قال ولا تجسسه والإنسان إذا تجسس عليه زنب عظيم وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك أمر محرم ومقطوع بحرمته فكيف بإنسان يخرج أسراره واضحة من غير من حد يطلب منه هذه الأسرار ويخرجها سيدنا الإمام الطبراني يروي أن سيدنا عمر بن الخطاب جاءه في يوم من الأيام بعض الناس وقالوا يا أمير المؤمنين إن أبا محجن يشرب الخمر في بيته يعمل حاجة حرام في بيته فزهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى بيت أبي محجن ودخل عليه فوجد معه رجل فقال أبو محجن يا أمير المؤمنين إنك قدر ارتكبت محرما فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين والله لقد صدق هو رايح يفتش على أخباره بيشرق خمر فعلا ولا لا بيجمع ناس يجلس معاه في أسرار بيته ولا لا فخرج أمير المؤمنين واعتبر إنه كده انتهى خصوصية الناس ودخل بيوت الناس وفتش عن أسرار الناس معين ربنا لم يأمرنا بالبحث لا بما في صدور الناس ولا بما في أسرار الناس صحيح ولذلك نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بهذا الأمر إذا كان القرآن الكريم ينزل آيات كاملة في صور الآداب صورة النور وصورة الحجرات ويبين أداب الاستئذان أنا رايح زيارة أستاذ محمد أستاذ محمد جاي زيارة لي إزاي سأذن علي إزاي خبط علي إزاي يدخل بيتي إزاي لما يدخل يقعد إزاي ما يبصش لإيه ويبص لإيه ويتكلم إزاي إذا كان الإسلام قال يا أيها الذين أمانوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها إسلام أمرنا إزاي نستأذن وإنت فاتح الكاميرا لدرجة من المضحك أن في يوتيوبر مشهور يفتح الكاميرا ومن كتر ما هو شغال ينام فلما ينام أسرار بيته هو واضحة وصريحة أولاده زوجته أكله شربه طريقة نومه طريقة ماشيه كل الأمور دين لا شك أنها داخلة من الناحية الدينية أنها أمر مبتزل عارف لمحارك بتقول دلوقتي موقف لأمير المؤمنين نحن نحن بعيد جدا دعونا نقول أن ربنا سبحانه وتعالى لما يحرم حاجة يحرم الحاجة دي لما يترتب عليه من عواقب يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ما تعملوهش حاجة ده لها عواقب معينة زي مثلا الناس كتيرة تقول لك أنا ما بأمنش بالحسد نعم خلاص مع أنه موجود عندنا في الدين وربنا سبحانه وتعالى يعني لما يقول لنا أنه في حاجة موجودة هي موجودة يعني مش مش هنآمن أو هنآمن هي موجودة فهنآمن بيها فبعض الناس يقول لك يعني هو الناس هتسيب يعني أنجلينا جوري وبراد بيت ويحسدون أنا هم اتطلقوا فاتحسدوا فهل خلينا اتكلم عن انتهاك الخصوصية أو أنا لما عرض حياتي كده للملأ الأضرار اللي ممكن تعود علي زي مثلا الحسد نعم يعني خلينا نقول لنا عدة مشاكل ربما تعود علينا بسبب انتهاك الخصوصيات أو انتهاك الخصوصيات أصلا لفظ يعني ربما يقال إذا كنت أنا فعلا حابب أن الخصوصية تكون خصوصية فييجي واحد مثلا ينتهي خصوصيتي من غير ما أعلم يسجلي يصنت علي يصورني كلام ده كله لكن من المشاكل المعروفة والمشهورة في مسألة انت تجعل حياتك مشاع كامل كل علاقاتك احنا الآن بنسمع ان فلانا المشهورة أو التي تعرض حياتها الشخصية على النت وكده فهذه تعرض النهاردة اتخطبت ثاني يوم ازعلنا ثالث يوم صالحني رابع يوم جابلي هذية خمس يوم فركشنا سابع يوم اتجوزنا كل هذه الأمور ربما يكون هي باب من أبواب الكسب وهو باب من أبواب الكسب غير الشريف تماما ومشاكل هذا الباب ربما يأتي عليها كما قلنا أحيانا يقع فيها مشكلتين ظاهرتين ونحن نراهم بأعيننا في واقع الناس يأتينا الناس في اللي جاني الفاتوى في الأظهر الشريف ويأتي ويحصل معهم بعض المشاكل يكون أساسها وأصلها وسببها هو انتشار حياتهم الشخصية بين الناس أول هذه المشاكل هي مشكلة الحسد أني انت 24 ساعة لايف قدام الشاشة وقدام الكاميرا والإنسان قدام الكاميرا أحيانا يتصنع أو يعطي ظاهر ليس على باطن صحيح هي طول اليوم بتمثل تأكل إزاي تشرب إزاي بتتكلم إزاي بتنفعل إزاي كل الأمور دي أنت لم يبقى شيء خاص لك كل الناس عارفة كل حاجة عنك حتى بعض الناس يصور في المطبخ ويصوروا في قط النوم كل هذه الأمور معنى كده أن كل خلق الله يعرفون عنك كل شيء حتى أدق تفاصيل حياة سيدنا يعقوب قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرطة كان خايف عليهم من الحسد كمجموعة من الناس المشكلة التانية وده المشكلة فعلا اللي احنا بنعاني منها كل يوم احنا عندنا رئيس صندوق المأزونية بيقول أن 60% من حالات الطلاق راجعة إلى أحد تواصل أسباب تواصل الاجتماعي نحن الآن أكثر من مرة يجي يوتيوبر معين ودلوقتي بقت المسألة غير طبيعية فيه فلان يوتيوبر معين فبقت مراته برضو يوتيوبر هي كمان بقى أولاده يدخلوا في اللايف كمان بقى برضو في نفس الشهرة ونفس الدائرة ويعملوا صفحات موازية وصفحة باسم الزوج وصفحة باسم الزوجة ومعادش فيه خصوصية فبيجي كنوع من أنواع الاختلاف بينهم وبين بعض فيتطلقوا احنا شايفين الآن حتى على وصال التواصل بتاعتهم شايفين الآن في الجرايد شايفين الآن على النيت وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب والكلام ده كله مشاكل متعلقة ببيوت هؤلاء الناس وآخرها يا إما الطلاق يا إما الأمراض النفسية والمشاكل وفيه طبعا أمراض نفسية كتيرة وتشوهات اجتماعية كتيرة جدا بتحصل من الناس اللي طول الوقت بيعرضوا حياتهم من خلال السوشيال ميديا لكن عادي أسأل حضرتك لأنه برضو كلمة الحرمانية دي كلمة كبيرة أو يعني أن أنا أطلق فتوى وأقول أنه هذا الفعل حرام شرعا ده السؤال لحضرتك لأنه زي ما قلت فيه عدد كبير جدا بيشتغل في الموضوع ده بيش لازم يعرض حياته الخاصة بشكل كامل لكن ممكن يقدم معلومة معينة عن حياته الطبخ مثلا بمارس رياضة معينة أو غيره فبيتطلب ده أن يصور نفسه في أماكن كتيرة بشكل كبير طول اليوم هل أقضي أقول أن الفعل ده حرام شرعا ولا غير مستحب مبتذل التوصيف الديني لأنه فيه ناس كتيرة بيشتغلوا في مجال ده في المجال ده أيها طبعا احنا لازم نفرق بين الفايدة أو المنتج اللي أنا بقدمه للناس إيه هو المنتج بتاعي فيه لعب كورة على طول على السوشيال ميديا بيأدي منتج معين بيأدينا ألعاب معينة ألعاب قوة معينة بيسوى لصورته مثلا بيسوى لشغله معين فيه شغل كامل آيم على البيع بيع الملابس مثلا خلاص أنا بعمل ليف من المحل أني ببيع المنتج ده بحط صور كتير لنفسه بحط حتى ولو بالزي فيه كل الكلام ده لكن كتير من الناس اللي متعلقين بالباب ده بشكل معين لما تيجي تبحث في المنتج بتاعهم تلاقي عرض صورهم هما وأولادهم إزاي بأطبخ إزاي تخنقت مع حماتي إزاي عملت الأكل مش الكلام ده موجود الكلام ده واخر لو بتعملش وصفة أكل يعني بتعمل الأكل ده بجد في قط النوم أحيانا أكل في قط النوم ليه آآ في كده هو ما هو إلا إرادة معلش هو الأكل بشكل معين بلبس معين في البيت هو ده غرضه الأكل مش غرضه الأكل تماما هل أنت بتحكي مشكلتك مع زوجك وخلافك وبينكم وبين بعض هل ده غرضه أني تتدي توعية أسرية ده أكيد مش موجود هو غرضه التسلية للجمهور غرضه أني أنا ببيع الرفاهية للناس للأسف مش بلعبة معينة ولا بأكلها معينة ولا بضحكة معينة ولا بخف الدم لا ده أنا ببيع خصوصياتي للناس لا ده أنا بنتهك حرمة زوجتي ده أنا بنتهك حرمة أولاد وخاصة الأولاد الصغار ده مشكلة قانونية أصلا أنك تتاجر بابنك اللي هو تحت السن عدم التكليف فيها تفريط في النفس يعني من مقاصد الشريعة مقصر أساسي من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس والجسد والعرض ما لا جزء من العرض ده نوع من التفريط في مقصر من مقاصد الشريعة نقدر نقول كده إحنا في الإسلام وفي العرب حتى قبل الإسلام كانوا يكرهون أن اليد تتصل إلى حرماتهم يعني هو مش بيحافظ على أهله وخصوصياته فقط ده هو بيحافظ على الطريق أي طريق يوصل إلى بيته أي طريق يوصل إلى حرماته لكن الآن الكاميرا في قط النوم ليه الكاميرا في قط النوم ليه البس المباشر يكون من المطبخ ليه العناوين اللي هي لا تفيد لا صاحب المحتوى ولا تفيد المشاهد اللي بيشاهد وللأسف لما تيجي تبحث في الموضوع ده تلاقي أن المتابعات لهم بمئة الألاف يعني واحدة بتعمل طريقة أكل معينة في الصالة أو في غرفة النوم أو بشكل معين فالمتابعة لها بهذا الشكل ليه هي بتعمل كده ليه بيبيع هذا المنتج ليه بيبيعه لأن هي بتكسب من وراه ربح معين ولذلك إحنا عاوزين نراعي قول النبي عليه الصلاة والسلام من سترى مسلم من ستراه الله في الدنيا والآخرة ومن تتبع عورات المسلمين فضحاه الله ولو في جوف يعني أنا كمان علي دور أن أنا مجريش ورا ما أتجروش ما تفركش عليها أو مبسوط بالكلام ده الآن حضرتك في شركات بترعى الناس دي طبعا في ناس بيكون لها فيلا لها سيارات معينة وهي ليست لها لها أصلا أنت ليك الفيلا دي ليه تلاقي في الأساس لما يحصل مجردهم مشكلة قضائية والأمر يرفع إلى القضاء تجد أن أصلا الفيلا والعربية والسواء وكذا وكذا كل ده ملك الشركة وهم بس بيدوا شوق إعلامي معين عشان يعرضوا منتج معين بهذا الشكل هو لا شك لا شك إن هذا العرض إذا كان نحن في الفقه الإسلامي بنقول إن في خصوصية بين الولد وأبي صحيح ابنك لا يحق لك إن أنت تتجسس عليه بشكل معين إذا كان في سن البلوء يعني إذا كان مكلف وقادر إنه يدير حياته بنفسه إذا كان في حركة أنا مدايقني إيه إنه بجد بجد إحنا 2007 بداية أو يعني بداية ما يبقى عندنا فيسبوك أو كده كان في حرمانية أو كلام على حرمانية إنه إحنا أصلا كنساء أو بنات نحط صورنا أو لأ أو كان ده موضوع جدل مشهور قائم يعني مشتق النهاردة أنا بشوف الفيديو أو فيديوهات كتيرة قوي اللي بنات حتى يعني محجبات عادي خالص السكين كير روتين في الحمام شاور روتين يعني يعني كلكم راع وكلكم مسؤول مسؤول عن رعيته النهاردة دور الأسرة إيه بقى؟ يعني أنا النهاردة لو أنا مبسوطة بإبني أو بنتي إن هما أو بيجي لهم مشاهدات كتيرة قد إيه مهم إن أنا اتدخل في المحتوى اللي بيقدموه عشان للأسف هما دول فيه ناس كتير عاوي بتتباعهم وناس كتير عاوي بتقتضي وتحتضي بيهم فأنا النهاردة كأم وكأب عامل إيه يعني لما شوف ده نحن في هذا الأمر الخطير وهو لا يقل أهمية عن الأمن القومي العام هذه المسألة للأسف تعرض الأسرة للانهيار الكامل كل واحد سيصير في جانب الاجتماع على أكل واحد لم يعد موجود الآن الاجتماع في وقت واحد في نوم واحد نحن ننام في وقت واحد ونسحب في وقت واحد الأسرة لم يعد فيها هذا الأمر اللي إحنا تربين عليه زمان أني أنا أعرض أو إبني شايف أنه بيعرض نفسه على هذه المنصات بهذا الشكل المبتزل اللي ما فيهوش إفادة لنفسه اللي ما فيهوش إفادة للمجتمع اللي ما بيقديش خدمة حقيقية للناس لابد لابد أن أنا أقف وقفة صارمة معاه وأن أنا أنهى نهي يجازم عن هذا الأمر لأن آخرت هذا الطريق للأسف مشاكل نفسية كبيرة ونحن يعني بحكم الأزهر الشريف والناس بتسق في علماء الأزهر كالأطباء النفسي يأتينا الناس ويقول والله أنا عملت كذا وحصل معي كذا وزوجتي عملي كذا وتشعر بنوع من أنواع الانفصام أو نوع من أنواع عدم التركيز الحقيقي في واقع الحياة بسبب أنه هو مقيم على هذا العمل بعيش حياة افتراضية بش موجودة بعيش حياة بره خالص أحرك أشارت إلى إشارة ذكية جدا أنه في ملايين المشاهدات في ناس كتيرة جدا بتفرجوا على الحاجات دي وبيتابقوها بشكل كبير هنا السؤال في إقاع الحياة الجديدة وكل واحد بيشوف النماذج دي يا بسانت بيفتكر فكرة أنه ممكن نكسب بسرعة الثراء السريع ممكن نعمل فيديو فناس يبقى الفيور الشاب أو المشاهدة عالية جدا فيتابقوني فبقى شخص مؤثر هنا إزاي أطبط كخلق إنسان مسلم يتحلى بالفضائل الإسلامية هذا الإحساس وراء الجري السريع وراء الكسب والترند والحاجات دي أتحلى بإيه من الفضائل حتى أكبح هذا الجماح زي ما بيقولوا باللغة العربية المسألة ما عددتش مسألة فلوس بس ده بقى فيه ناس ممكن تدفع فلوس عشان تتشهر فقط هو مش عاوز فلوس هو عاوز فقط الشهر الناس تشوفني الناس تشوفني فقط الناس تتكلم عني أبقى حديث الساعة حتى ولو على باطل يعني أردت أن أذكر ولو باللعاب مش مشكلة حتى لو الناس هتشتمني مش مشكلة المهم إن أنا أذكر شهوة حب الظهور نفسها شهوة عرض حب الكلام نفسه لابد إن أنت بتنشأ عليها من البداية البداية في التربية مع ابنك إنت إزاي تتكلم إزاي قدام الأكبر منك تصبر في الكلام وتسمع أكتر إزاي التعامل مع الناس إزاي ناخد من كل وسيلة من الوسائل اللي ربنا خلقها في الدنيا الناس ناخد منها الجانب اللي ممكن ينفعنا نبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك ويقول من حسن إسلام المر تركوه ما لا يعنيه فين تركنا ما لا يعنينا الآن ونحن نبحث عن كل خصوصية متعلقة باللاعب الفلاني والممثل الفلاني والمشهور الفلاني نحن من نصنع هذه البقعات نحن اللي بنجبلون مشاهدات نحن الذين نصنع لهم هذه الأموال وهم بينفخوا في هذه المسألة ويعرضوها عرضا يعني فيه نوع من أنواع المبالغة في التعامل والله أنا كسبت في شهري كذا وهو ممكن ميكونش كسب كذا لكن هو بيروج لفيديو آخر ودائما تلاحظوا أن هم بيتعاملوا في هذا الشكل أنه هو بيحط مساحة أنه هو يعرف يتكلم تلك بكرة أنا عجبني أولي لحريك بتقوله أنه إحنا اللي عملنا الفقعات زي ممكن فيه حملات كبيرة جدا في الغرب بالذات عن مقاطعة بعض المشاهير اللي لم يتحدثوا عن غزة وما يحدث فيها فبالفعل تم خسارة المشاهير ده الخسروا كثير قوي من متابعينهم بسبب النفاق اللي هم فيه فإحنا فعلا اللي بنعمل الفقعات إحنا اللي بنشتري منهم عفوا عايز أتكلم أخيرا آخر سؤال إن إحنا تكلمنا عن أضرار السوشيال ميديا أضرار المحتوى الغير هادف وقد إحنا كمان كمشاهدين لازم نبتعد عن مشاهدة هذه الفيديوهات الفارغة خلينا نقول النهاردة لو بنتكلم عن الحاجات المفيدة في بعض السيدات محترمات جدا على السوشيال ميديا بيقدموا محتوى هادف من طبخ من نصائح عن الأسرة تربية الأطفال هل ده كمان لي يعني خلينا نقول إيجابية في الدين عندنا طبعا إحنا الوسائل التواصل الاجتماعي هي جزء الآن لم تعد عالم افتراضي كما يقال بل هي صارت الآن جزء من عالمنا الواقعي إحنا كل يوم بنفتح المواقع كل يوم بنتابع اللي بيفيدنا أو حتى اللي ما بيفيدناش كل يوم بنتصفح زي زمان كنا بنتصفح الجرائد وإحنا صغيرين زمان كنا ممكن الوالد يجيب جريدة العم يكون معاها صحيفة نبص على الصور الكارتونية اللي وراء نتفرج على الكلمات المتقاطعة نشوف الأخبار الصفحة الأولى نفس الكلام في واقعنا هذا إن احنا بنحاول على قدر المستطاع نعرف أخبار الدنيا ماشية إيه اللي الدنيا ماشية به نحن أهم نقطة متعلقة بهذا الباب وهي نقطة إن أنا بفتح باب للمتجسس إن يعرف عني معلوبات أكتر وللأسف التجسس بيجر وراءه الابتزاز صحيح عملت كلمت حد بشكل معين وخد الصور بتاعتي خدي الكلمات المكالمات بتاعتي وبيبتزيني التشهير صار مرض الآن صحيح فكل الأمور دي محتاجين إن احنا نوع من أنواعي لوعي مشكلتنا مشكلة وعي لا أكثر ولا أقل ويمكن ده دور خلينا نقول الإعلام نهار دا نحن نصلط الدوق على المشاكل دي عشان الناس يمكن بيختلط عليها بعض الأمور في بعض الوقت يعني فتدورنا في الأول في الآخر شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وزي بحرك قلت فعلا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فإحنا يعني لو خدنا دا كهدي كده في حياتنا إن احنا لا نتدخل في خصوصيات الآخرين ما نتبعش عورات الآخرين دي نقطة مهمة جدا للأسف الشديد بتتفشى بشكل كبير في مجتمعنا في فترة الأخيرة كل شكرا حضرتك الشيخ كمال الدين ناصر الوعات بالأزهر الشريف والباحث بدرجة الدكتوراه نورتنا وشرفتنا نورك سيد ربنا يبارك فيك